تراجع ثم تراجع عن تراجعه ولكن كما عودنا ماسك فهو لا يفعل شيئا بلا هدف أو على الأقل بلا تخطيط نتحدث هنا عن صفقة تويتر التي شغلت مستخدميه بعدما عرض ماسك الاستحواذ عليها ومن ثم تراجع عن الأمر وذهبت الصفقة إلى المحاكم على إثر هذا التراجع ولكن بعدما مات الموضوع وأصبح مسألة وقت وحكم القانون فاجأ الملياردير الجدلي العالم مجددا بإعلانه عن تراجعه عن التراجع عن الصفقة ونيته إتمامها بنفس السعر المتفق عليها وهو 44 مليار دولار أما عن السبب فهو ليس جليا بعد فمن جهة يقول ماسك أن قراره يهدف لتحفيز نفسه لإنشاء تطبيق جديد يدعى تطبيق X ولم يوضح حوية التطبيق واكتفى بالقول إنه تطبيق لكل شيء بينما يرجح الخبراء أن يكون ماسك تراجع عن خوفه من أن قرار المحكمة لن يكون في صالحه أما روادة سوشيال ميديا فهم أيضا خمنوا بشأن الأسباب في التعليقات التي سنقرأ لكم بعضا منها ونبدأ من إبراهيم ماله أمان صبروا بعد كم يوم رح يقول إنه اكتشف 10% من الحسابات مزيفة مطر كتب في تغريدة أخرى يقول فيها أعتقد إنه حسبها وعرف إنها ستصبح أكثر منصة مؤثرة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا تحت سيطرته سعود أيضا لم يصدق ماسك وقال في تغريدة أخرى يوم بيشتريه يوم لا أتوقع الموضوع له علاقة بأسهم تويتر كل ما بغوه يرتفع نغزو ماسك الدليل إنه السهم طلع بعد تغريدته والآن ينضم إلينا من الكويت المستشار في أمن المعلومات والتحول الرقمي رولا أبي نجم أهلا وسهلا فيك رولا رح نبدأ بالسؤال يلي عم يطرحوا الكل بهذا الوقت ويتكهن الخبراء بإجابته لماذا غير إيلون ماسك رأيه؟ أول شيء ما سخير يارا وما سخير لكل المشاهدين يعني صراحة أنا وسمعت المؤدمة تبعوه لك ورجعت سمعت بعض التعليقات عن جد الأمر ما بعف زال مضحك ولا مبكي لأنه صراحة ما حدا بقى مصدقه لألون ماسك يعني حتى هلأ إذا بتشوفك كل الإعلام الأمريكي كل المعنيين بهذا الموضوع بعد منهم مقتنعين أنه ألون ماسك رح يقدم على هذه الخطوة بس بنفس الوقت هلأ إذا بدك بطل الموضوع بين أنه بيقدر ولا ما بيقدر هلأ أول شيء كل المعطيات بتأكد أن المحامين قالوا له خلال أسبوعين بس يتبلش المحاكمة ما عنده ولا أي أمل يفوز بالمعركة ورح يرجع ينفرض له أنه يشتري المنصة بالسعر اللي أولا دي متفق عليه سابقا وفوقه رح يكون عم يدفع غرامات المحاكمة وكل التكريفة تبعيتها فكري من هيك أنا برأيي حسبه ماسك على عدد جهات أول شيء أول آخر رح ينفرض له هيدا الموضوع سوى مضطل يعملها إن كان هو بإرادته أو بيقرار من المحكمة ففضل يعملها بإرادته تاني شيء موضوع التوقيت نحن هلأ بنعرف بعد أربع أسبوع في انتخابات أمريكانية وكلنا بنعرف قده كان فيه تحفظ إذا قالوا ماسك السلام تويتر قده رح يكون فيه تأثير على السياسة الأمريكانية وغيرها وثالث شيء أنه بمحل معين هو إيجا عم بقول عن موضوع الأكس أبليكيشن يلي هي بالنسبة لأله مثل إذا بدك ويتشات مناصة ويتشات الصينية يلي بمحل معين تقدر تكون إنكلودين كل شيء من سوشيال ميديا أو إذا بدك تواصل أو أي شيء من هالنوع لأهذا أنصب حل بالنسبة لأله طب فينا نعتبر أن تويتر كسبت هيدا القضية ورح تبيع الشركة بالمبلغة المطلوب وقبل المواجهة بمحكمة ولاية ديلاوير بـ 17 أكتوبر أول شيء بطبيعة الحال نحن لما شفنا تويتر وصلت لمحال وخاصة هلأ بظل الإنفليشن والتضخم العالمي والأسعار طب والأسهم اللي هبطت لها حوالي 30 دولار كان بالـ 35 أو 36 دولار صار في إشكالية كتير كبيرة بالنسبة لألون فصار أنه يبيعوا أسهم تويتر بأعلى تقريباً بـ 20 دولار من سعر السهم الحقيقي هذا ربح كتير كبير بالنسبة لألون هلأ اللي صار أنه من بعد ما أعلن إلون ماسك أنه هو بديجعوا أشتري المنصة طلعت سهم تويتر بتقريباً 30 بالمئة يعني طلع من 44 أو 45 دولار لتقريباً 52 دولار وفيه توقعت أنه بعد اليوم رح يطلع الساعة للسهم تابعوله فكلمة لهيك هلأ إذا مليجي منشوف بالنسبة لـ تويتر لو ما 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 رح يشتري إلون ماسك للمنصة رح يكون في عندهم إشكالية كتير كبيرة أنه هن عم يتكبدوا خسائر هلأ بس كمان رح أعلن إلون ماسك أنه رح يشتري المنصة على الساعة الساعة تابعوله فصار بتقريباً بقيمة الساعة يلي هو حطو بدي يشتري مع العالم بس أن نوضح شغلة بتقريب المحامين أعلنوا أنه إلون ماسك بده يشتري بس فيه كانت أوف نوعاً ما شرطين أولاً شرط أنه يقدر يأمن المبلغ لأن بعضه إلون ماسك منه مقابني لأمن المبلغ وهون في تخوف كتير كبير أنه يبيع أسهم كتير كبيرة من تسلا تقدر يأمن المبلغ وهذا سبب قدل لهبوط أسهم شركة تسلا وهذا في تخوف كتير كبير منه وتاني الشرط عنده أنه توقف المحاكمة لكن يقدر أمن المبلغ ويرجع يشتري المنصة طب ليه يكون فيه تكتم شديد حول موضمون المفاوضات بين ماسك وتويتر بطبيعة الحال ياراً نحن بس نحكي عن هذا الموضوع ما عم نحكي عن مبلغ صغير مليون ومليونين دولار حتى مليون ومليونين مليونين صغار بس عم نحكي عن شراء منصة بقيمة 44 مليون دولار عم نحكي عن إذا بدك البنالتي أو الجزاء بند الجزائي إذا ما تم شراء مليون دولار سوهو الأرقام منهم صغيري أبداً بيزول وضع تضخم الحالي هلأ وكل الاقتصاد العالمي عم بتكبت خسائر شركة ميتة عم تسرح ألاف الموظفين عندها وغيرها من التفاصيل سو كلمة هيك هذا الموضوع أنا برأيي فيه مفاوضات حالياً من تحت الطاولة الكلة عم بيعمل مثل إذا بدك كومبرمايز من مالته الكلة عم يجارب يتفوض وخاصة هلأ كل التقرير وكل الإعلاميين يلي عم يحكوا عن الموضوع عم بيقوله هلأ ألون ماسك أخذ القرار بس من بعد شو؟ من بعد ما أرادك ثلاث ربع موظفين تويتر فلوا من المنصة لأنه ما كانوا هتلانين هم ألون ماسك يستريم من بعد ما الموظفين حاليين صاروا يكرهوا لألون ماسك من وراء كل شيء يصار فيهم من بعد ما ألون ماسك ما خلق اتهام متهم وفيه لتويتر بموضوع الفيكي نيوز وكذا هلأ بدي يجعي يقول للعالم لأ هذه المنصة ممتازة وما فيها أخبار ما فيها حسابات وهمية وما فيها غيرها من هو التفاصيل سوهلأ الضرر بالنسبة لأله قردي كبير على الطرفين وكلما لك ألون ماسك أخر القرار هلأ تخفف الضرر لأنه إذا ما نروح على المحاكمات رح تكمل الجهتين إذا بدك تضرب ببعضها إلون ماسك رح يضلوا يقول أنه تويتر في كتير حسابات وهمية وما له هالإيميل فعلية وتويتر كمان رح يكون عم بهجمه إلون ماسك سوأنا بالرأيي نعمل مثل تسوية وهلأ إلون ماسك كل هدفه بدي شوف كيف رح يقدر يأمن المبلغ طب هل يعزز استحواذ ماسك على تويتر المخاوف يلي ظهرت من قبل من قبل أعلان الاستحواذ يعني خاصة بما يتعلق بشق الحريات أكيد يا رأي هذا السؤال هو هلأ يعني كل العالم عم تتداوله بس لأنه بعضهم مش كتير مقتنعين بعضهم شوي هيك مثل نقزانين يعني هلأ عم نشوف أعلاميين عم بيدعوا العالم سكروا حساباتكم على تويتر وفلو لأنه الكل اللي بيعرف أنه إلون ماسك كل خبرية موضوع حرية التعبير والحرية العالم كل واحد يعبر مثل ما بده على تويتر هيده بس إذا بدك واجهة للحملة تبعيته بس فعلياً هو عنده أهداف سياسية أهداف اقتصادية بده يغير بشكل المنصة بده يغير بأهدافها فهذا الموضوع إذا بده كتير مهمه وكتير دقيق وفي عدة أشخاص يعني أحد المستثمرين بتسلا هجموا لألون ماسك بشكل كتير كبير مع أنه هو أجعل أنا بحترمه كتير بس بنفس الوقت باللي عمله هلأ عم بيقدل لأنه تهبط أسهم شركة تسلا ويكبدنا خسائر كتير كبيرة بهذا الموضوع وهيدا نقطة كتير لخطرة وتاني شيء كمان إلون ماسك شخص يكون سيئو لتلات شركات تسلا وصايبر أكس وتويتر منه هين أبدا أنت شخص يقدر يدير تلات شركات بهذا الحجم خاصة أنه تويتر منه مثل سايبر أكس ومثل تسلا هيدا منصة عالمية وأهم نقطة ركز عليها عن موضوع رأس سياسي لإلون ماسك اللي دايما عم تشكل نقطة تحول بعدة أمور شكرا لك كنت معنا من الكويت المستشار في أمن المعلومات وتحول الرقمي رولان أبي نجم